إلى أداء مؤشرات البرصة المصرية التي تباينت بنهاية التعاملات حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين لأشراء فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع يسجل رأس المال السوقية مستوى يصل إلى 680 تقريبا مليار جنيه ذلك وسط تداولات بلغت نحو 14.2 مليار جنيه على صعيد المؤشرات مشاهدين صعد مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة وصلت إلى 0.26 في المئة ليغلق عند مستوى 10.480 نقطة فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة وصلت إلى 1.35 في المئة ليغلق عند مستوى 1842 نقطة فيما هابط أيضا مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة وصلت إلى 1.12 في المئة ليغلق عند مستوى 2783 نقطة نتحول مباشرة لأسواق العملات حيث تتبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري نبدأ بالدولار الأمريكي الذي يسجل 15 جنيه 65 قرشا لأشراء مقابل 15.77 قرشا للبيع فيما يسجل اليورو 17 جنيه تقريبا لأشراء مقابل 17 جنيه 21 قرشا للبيع في حين يصل الجنيه الاستروليني 12 جنيه 40 قرشا للشراء مقابل 20 جنيه 57 قرشا للبيع هذا فيما لا وصله بالعملات الأجنبية نتحول إلى العملات العربية مقابل جنيه المصرية درهم الإماراتي يسجل أربعة جنيهات 26 قرشاً لأشراء مقابل أربعة جنيهات 30 قرشاً للبيع فيما يسجل الريال السعودية أربعة جنيهات 17 قرشاً لأشراء مقابل أربعة جنيهات 20 قرشاً للبيع